طيب نخش بقى كده أو قبل ما ندخل بقى خلينا قبل ما ندخل كمان في أجواء المونديال يعني اللي دخل في مول المراحل الحاسمة كمان خلينا نروح الأول لفريقنا النادي الأهلي طبعا الحمد لله اللي احنا اللي نقدر نقول لو جينا قايمنا كده ماشيين بشكل شوية مميز بين كمان بداية الموسم يعني أول مبارحكت عندنا طبعا مباراة في الجولة الخمسة من بطولة الدوري مع طلاق الجيش فريق قلنا ان هو قوي فريق قلنا ان هو حيبقى فيه تنفسية شديدة جدا معاه على الأرض هي المباراة الرابعة لنا لأنه لسه الأهلي يعني عنده مباراة متبقية وكسبنا بهدفين طبعا مقابل هدف سجلهم أحمد عبدالقادر كان هدف جميل من أسست رائع كمان لبرونو سافيو وعمر السلية من راكل الجزاء كانت في الشوت التالي طيب تيجي تقيم كده هتقول مبدئيا في كذا نقطة تفصيلية يعني لما تيجي تتكلم أو احنا حابين نتكلم نشير ليهم أولا أولا يا كريم الوضع هنا التنافسي الحالي بيقول أن كل ماتشاط الدوري على كل الفرق أعتقد أن هي مش سهلة أبدا يعني ما فيش حاجة اسمها هنا مباراة مضمونة وثلاث نقطة في جيبك في كلام ده مش موجود خالص وخصوصا مع حركة التغييرات الفنية والإدارية اللي احنا كمان شايفينها في مسابق الدوري على أندية كتير جدا كمان فكرة أن الفوز اتأخر وأن الأهلي كان متأخر أصلا بهدف في الشوت الأول ده أمر يمكن شوية طبيعي وعلى فكرة برضو وارد جدا يعني وارد أن يكون في نقص بعض النقاط أو أن أنت تفقد بعض النقاط لكن الأهم من كل ده أنك تحافظ بالقدر الإمكان على ثبات مستواج تاني ثبات مستواج ده أمر مهم جدا من نسبة لنا كأهلوية وعلى فكرة أن أنت تجمع النقاط كمان في المرحلة دي لأن كل فوز هيخليك تاخد ثقة كمان أكبر من أنك توصل في النهاية للهدف الأسماء وطبعا الفوز ببطولة الدوري وأعتقد يا كريم ما فيش تنازل عن الدوري السندي أو هذا الموسم يعني إن شاء الله كمان الجمع بين الدوري والكاس والمنافسة مرة تانية على لقب دوري أبطال أفريقيا اللي احنا أصحاب الرقم القاسي بقى لو هنتكلم برضو بلغة الأرق يا جماعة إحنا أصحاب الرقم القاسي في الفوز بي فهنقول مبروك للأهلي لحد هذه اللحظة مفرحنا واللي جيد بإذن الله يكون أفضل يا رب إن شاء الله وعلى ذكر النقطة اللي أنت تتكلمي فيها فكرة أن الدوري بالصفة خاصة الموسم ده ما فيش أي مسحة فعلا للتهاون بشأنه وكل كلام اللي أنت يقولتيه كلام منطقي جدا أنا هاوندو عايز كمان أقول أنه يعني برضو استكمالا لنفس السياق أنه أكيد كان فريق الكورة في بداية الموسم حقق المطلوب وكسب ثلاث ماتشاط في بداية الدوري وتخطى مرحلة دوري 32 من دوري أبطال إفريقيا ومع الوقت ابتدى شوية بشوية يدخل في فورمة الماتشاط مع المدرب الجديد في ذلك الوقت اللي كان لسه وقتها مستجد مارسل كولر لغاية لما كسب بطولة السوبر أمام طبعا نادي الزمالك وكسب اللقاء ده عن جدارة وكان عندكم فقا في المقابل فترة توقف عندك إصابات عندك غياب لعبين عندك لعبين دوليين كانوا في تجمعات المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو المنتخب الشباب عندك محترف مهم جدا ضمن القوام الرئيسي اللي فريقك كان مجهول في المونديال مع منتخب بلاده اللي هو تونس بتكلم طبعا على علي معلول لغير أنه طبيعي جدا أنك تلاقي كل الفرق اللي بتلعبك عايزة تخرج بأفضل نتيجة ممكنة ده أمر معروف وما هيش حاجة عجيبة كمان فريق طرق الجيش الحقيقة فريق مميز مع مدير فني ومدرب مميز جدا كابتن محمد يوسف عمل ماتش يعني تيكتيكيا ممتاز وكان في إمكانه أن يخرج يعني كمان فائز بهذه المباراة أو على الأقل يخرج متعادل مع نهايتها لكن بطبيعة الحال يعني دعيبة النادي الأهلي حسموا اللقاء في نهاية الأمر من اليوم مبروك وإن شاء الله اللي جاي أقوى وأحلى بإذن الله